قدم بشار الأسد شرحا جديدا لمصطلحي التجديد والإصلاح الديني حيث تحدث عن المفاهيم التي تطرح من قبل من سماهم البعض بمضامين مناقضة للعقيدة على حد زعمه وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من علماء الدين الإسلامي في دمشق ضم أيضا وزير الأوقاف في حكومة النظام محمد عبدالستار السيد سنتوقف مع مضمون رسائل رأس النظام لكن بعد متابعة القصة التالية أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير لا ينفك رئيس النظام بشار الأسد عن جمع عدد من العلماء والمشايخ في كل مناسبة دينية ينظر خلالها لهم الفقه والعقيدة مطالبا من يجلسون أمامه بتبني المفاهيم والمصطلحات بالطريقة التي تناسب جوهر الدين على حد وصفه لكنه في الوقت ذاته يتناسى هو ومن يجلسون أمامه مشاهد سجود المؤيدين لصوره أو لازمة شتم الذات الإلهية والدين التي تميز جيشه عن سائر القتلة حول العالم ما هو التحدي الحقيقي الذي نواجهه لكي نعرف أين نواجه الرسالة لكن جديدا في حديث رأس النظام بإقحام مبدأ الشورى ظهر على عجالة معتبر ذلك قضية هامة لتقديم أفكار أوسع يستفيد منها المجتمع بل ذهب أبعد من ذلك وشمل الأمة كلها وهذا الخطاب ربما لا يصدقه بشار الأسد نفسه فالمراسيم والقوانين غالبا لا تقر إلا بموافقته هذا إن تجاوزنا عن ستين عاما من الدكتاتورية حقيقة لا تظهر في لقاءات الأسد مع العلماء المتواصلة منذ بداية الثورة أي حميمية ولا يعتمد النظام إطلاقا على الخطاب الديني في التأثير على الجماهير على غرار دول أخرى واعتمد سابقا على سيف محور المقاومة الذي يتلاشى شيئا فشيئا استقبل سيد الرئيس بشار الأسد وفدا من كبار علماء الدين الإسلامي قبل أسابيع كان لقاء مشابه لبشار الأسد مع علماء دين وكان الحديث عن تجديد الخطاب الديني محوره الرئيس وهي ديباجة قديمة جديدة يحاول من خلالها نظام الأسد ووفق التغيرات الجديدة التماهية مع محاولات بعض الحكومات العربية تعويمه وما قد يحتاجه هذا التعويم من تغيير جذري في خطاب محور المقاومة ككل وربما يصبح الإسرائيليون شعبا شقيقا بالنص والفكرة الدينية بالمحصلة يواجه السوريون ومنهم كثير من الجالسين في حضرة الأسد غالبا أوضاعا معيشية مأساوية وظروفا اقتصادية تكاد تكون الأصعب خلال العقد الماضي مع ارتفاع في الأسعار وشح في الخدمات الأساسية كالمحروقات وباقي الخدمات من كهرباء وماء وأمن وأمان أو ساهمت بالوضع الطائفي أو أن المدارس الشرعية وغيرها ينضم إلينا هنا في الاستوديو عباس شريفة البحث في مركز جسور للدراسات مرحبا بك سيد عباس يعني بشار الأسد عندما يجلس ويحاضر برجال الدين في دمشق من أين يأتي بهذه الأفكار وهذه الطروحات؟ على ماذا يستند عندما يتكلم عن موضوع الإصلاح الديني والتجديد الديني؟ من أين يأتي بهذه الأمور؟ بداية تحية لك هؤلاء الإخوان المشاهدين أعتقد أن النظام الأسد له خبرة طويلة في قضية توظيف المشهد الديني لدعم السلطة السياسية منذ وصول البعث إلى السلطة وتعيين الشيخ أحمد كفتار وكان هناك حالة من التحالف غير المعلن بين المؤسسة الدينية وبين السلطة الحاكمة بحيث تترك مساحات وهوامش لسلطة الدينية مقابل أن تعطي هذه المشايخ أو هذه المدارس الدينية التي تدور في فلك النظام مشروعية سياسية وتنهى الناس عن الخروج على الحاكم أو إثارة الفتنة أو الاعتراض على الحاكم وعلى هذه الطريقة مضت هذه العلاقة جاءت الثورة السورية وأحدثت ضربة قاسية جدا لهذه العلاقة إذ خرج كثير من الشباب من المساجد التي كان يخطب فيها هؤلاء ضد نظام البعث مما جعل النظام يتفطن إلى خطورة وأهمية الخطاب الديني في أدلجة المجتمع وفي أدلجة حتى عقول الشباب ومحاولة إيجاد خطاب ديني توافق مع السلطة لا يثير مشار الأسد في خطابه السابق أمام المشايخ أعاد تعريف خرط الأعداء وخرط الأصدقاء ووصف أن الإخوان المسلمين والسلفيين هذا في الجانب ديني هم الأعداء الذين يشويهون الدين والليبرالية أيضا التي تستهدف هويتنا الدينية بمعنى كل من يطالب بالحرية أو يطالب بتغيير النظام وضعهم في ساحة الأعداء وجعل من التدين الذي وجده عبدالسة الترسيد من خلال تفسير القرآن الكريم هو المقياس الذي يقاس في بقية المتدينين بحيث كل من يعتقد بدين السلطة ويعتبر قادم الأفكار هذه الفكرة أنت ذكرت شارل كل من يعتقد بدين السلطة هذه النقطة تحديدا بشار الأسد أكثر من مرة يعني يضيء على فكرة ويذكر كلمة وجملة موضوع الإصلاح الديني أو التجديد الديني ما الذي يريده بشار الأسد تحديدا من الإصلاح الديني كيف يعني يدخل بفقه جديد يظهر دين جديد على قياس النظام مثلا التجديد الديني هو عملية إبداع خطاب جديد لا يثور الشباب ضد السلطة يطوع الناس للسلطة يخدر أيضا الناس عن قضية اليوم الأزمة الاقتصادية اليوم بشار الأسد منذ بداية 2020 كان في عنده تخوف شديد أن الشباب في عمر 18 سنة الذين شبوا في الأزمة لم يعودوا يستمعون إلى خطاب النظام لا خطاب الرسمي ولا خطاب الإعلامي لذلك قام بسلسلة لقاءات بدأت في لقاء المعلمين شهر آذار الماضي إذا كنت تذكر وكان هناك لقاء أيضا مع الإعلامي لك بشكل سري والتقل مجموعة من الفنانين وبالمشايخ يعني يريد تطويع أدوات التأثير الناعمة من أجل التأثير في وعي الشباب هو لا يريد أن يتفاجأ بثورة جديدة تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والفلتان الأمني وحالة انسداد الأفق أمام مستقبل الشباب خصوصا الجامعيين بشار الأسد بإضافة إلى كما ذكرت هو يلتقي بمجموعة فعاليات تؤثر بالرأي العام في سوريا لكن موضوع الدين تحديدا هناك إصرار من بشار الأسد ملحوظ وواضح من خلال ظهوره بالمناسبات من خلال طريقة إلقائه المحاضرات على رجال الدين في دمشق إصراره على نغمة معينة وتكرار هذه اللقاءات والمناسبات أريد أن أكون صريحا هنا معك يعني بشار الأسد في عنده عقدة أقلوية يعني هو يشعر أنه نظام طائفي علوي يحكم ثمانين بالمئة من ثقافة سنية مختلفة دائما تنظر أن هناك حالة طائفية تهيمن على البلد هناك من يحكمنا باسم الطائفة هناك علوية سياسية هناك سيطرة على المؤسسات سيطرة على الجيش هناك تشييع في سوريا كيف يريد أن يطبع هذه المسألة من خلال إعادة تحليل وتفكيك وتركيب الهوية الدينية للمجتمع السوري وقضية تغيير المفتي لم يكن مقصود في أحمد حسون بقدر ما كان المقصود في المنصد الرمزي بحد ذاته من أجل تغيير هوياته يعني النظام يعتقد أنه إذا لم يغير هوية المجتمع السوري فلن تدوم له السلطة وسيتعرض دائما لهزات وثورات متتالية باعتبار أنه هو نظام ينتمي إلى أقلية طائفية ويمارس أيضا الطائفية على أغلبية سنية أغلبية مسلمة يريد أن يقول أنه اليوم الدروز والعلويين والمسيحيين واليهود هم عبارة عن مذاهب ضمن الدين الإيمان ضمن الإسلام الذي يشمل هؤلاء جميعا هتقاموا بتشكيل مجلس أيضا للفتوى من كافة المذاهب والأطياب هي حالة إفتاء غريبة غير موجودة درزي لن ينتظر هذا المجلس والإسماعيلي سينتظر هذا المجلس كل من له مرجعيته الديني هذا هو عملية التسييس للفتوى والتسييس للفضاء الدين طبعا من 2018 هو أصدر قانون الأوقاف قانون رقم 31 الذي وسع من صلاحيات وزارة الأوقاف بسيطرة كاملة على المشهد الديني بحيث لم يعد بإمكانك أن تبث أي درس أو أي خطبة أو حتى في صلاحيات وزارة الأوقاف أنه يستطيع أن يعاقب المشايخ وأن يمنعهم من السفر ولا يستطيع أن يسافر أي شيخ أهداعي خارج القطر إلا بما فقته وتم إنشاء المجلس العلمي الفقهي الذي يضم كل هذه الطوائف والدينات التي أنت ذكرتها من علويين ودروز وإسماعيليين وشيعة ومسيحيين في مجلس فقهي واحد يعني كأنه هناك عملية صناعة هوية جديدة للمجتمع السوري بالنهاية تنعدم قضية الأنا والآخر ويصبح هناك تدين مرسوم ومرعي ومصنع هذه الأفكار عندما تخرج من نظام الأسد مثلا هل هو يعتقد من خرج بهذه الأفكار مفيدة أو ستنجح أم هي من أجل تمرير أمر سياسي معين رسائل سياسية معينة أو حتى رسائل الأدول ورسائل داخلية وخارجية يعني هو لا يفتأ نظام أن يرسل دائما برسائل داخلية وخارجية الداخلية أنه نحن باقون خارجية أن هذا النظام هو نظام يحمي الأقليات ويقف على مسافة واحدة من كل الأديان ومن كل الطوائف خصوصا أن النظام أمام انسداد الأفق ليس عنده قدرة لحل المشكلة السياسية في البلد نصف الشعب السوري مهجر ليس عنده قدرة لحل الأزم الاقتصادية لأنه محاصر ليس عنده قدرة لحل الأزم الأمنية لذلك أين يذهب؟ يذهب إلى الأدوات التأثير الناعمة من الإعلام والخطاب الديني والفن والدراما من أجل خلق رأي عام مؤيد للسلطة ويحاول دائما إيجاد وقايات تمنع الشباب من الخروج في ثورة جديدة لأن النظام اليوم مهدد بثورة جديدة تخرج الآن من مناطق النظام بسبب الأزم الاقتصادية وانعدام الأفق أمام انعدام خيارات النظام لا يجد النظام إلا أن يعود إلى التأثير في المجتمع من خلال الورقة الدينية ومن خلال الخطاب الديني هل تعتقد أن الأمر سوف يتوقف على اجتماعات مع مشايخ أو سوف يتوقف على خطب المنابر أم سوف يكون هناك تعديلات بالمناهج الدراسية وخصوصا كتب التربية الإسلامية بإطار معين؟ هو بدأ أول شيء بالتغيير البنيوي تغيير المؤسسة ألغى الآن الإفتاء ووسع صلاحيات وزارة الأوقاف ومنع أي حالة دينية خارج سيطرت وزارة الأوقاف بما فيها الطرق الصوفية الآن الخطوة الثانية هي تجديد الخطاب ثم تجديد المفاهيم بمعنى الغوص أكثر في إعطاء مفاهيم جديدة هي تعبر عن وجهة نظر السلطة وقضية الشورى الذي ذكرها تقريركم يعني مثلا بدل أن تطالبوا بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وإزالة هذا النظام النظام الآن يمارس الشورى يعني يأتي بالمشايخ وقول نحن نريد أن نفعل كذا وكذا يأخذ بأراءه فالشورى هي الآن الطريقة الإسلامية في إدارة الحكم وطالما أن هذا الرئيس يشاور ويمارس هذه الشورى فلا يجوز الخروج عنه والديمقراطية هي بضاعة غربية غير إسلامية كافرة فلا بأس أن نبقى على ممارسة الشورى ونرفض الديمقراطية التي تمثل وجهة نظر المعارضة فبالنهاية هو يريد أن يحصد من هذه الأفكار حصاد سياسي في مواجهة التيار الذي يعارضه هل يعتقد مثلا هذه النقاط هل يعتقد النظام أنها سوف تمر مثلا على الناس وعلى الشعب السوري وعلى الدول الغربي يعني هو مقتنع فعليا أن هذه الخطط وهذه الأفكار يمكن أن تصدقها الناس يعني هو يعيش هذا الدور يعني هو الآن يقوم بسلسة من الإجراءات بحيث يبقى هو المنبر الوحيد يعني في الشهر الماضي كان في قانون لتجريم الجرائم الإلكترونية يعني أي شخص يدون تدوين التمس بهيبة الدولة أو يشكك في الاقتصاد الوطني أو يؤثر النعرات الطائفة بمعنى المنطق الاحتجاجي ممنوع وأي محتج ولو على وسائل التواصل سيحاسب هو الآن تكلم أمام العالمين أنه هن بصدد فرض منهاج تاريخي لتدريس حقبة الإخوان المسلمين يعني تقسيم المجتمع السوري إلى موطنيين اللي هن مع النظام وإلى إخوان مسلمين اللي هن ضد النظام وتصبح هذه المادة تدرس للأطفال في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية من أجل التأثير بالنشأ الآن يأتي إلى الخطوة يعني هو لا يقوم بخطوة واحدة يقوم بمنظومة من الخطوات بالنهاية تخلق تأثيرا معينا باعتبار أنه هو صاحب المنبر الوحيد اليوم في سوريا وصاحب الصوت الأعلى وبيده السلطة لكن إلى أي حد تنجح أعتقد أنها خطوات عبثية النظام أربعين سنة كان يؤدلج الناس على أفكار حزب البعث وعلى الشعارات الرنانة بالنهاية الذين خرجوا في المظاهرات أغلبهم تدرسوا في مدارس البعث وخدموا في جيش البعث وعاشوا في دولة البعث يعني كل هذه الشعارات والتأثيرات ناعمة أمام مرارة الواقع وأمام فساد السلطة البنيوي والمشهود للعيان لا يمكن أن تفيد طيب ما هي العوائق التي يمكن أن تصطدم بها خطط النظام إن كان هو يعني ينوي السير بخطته غير آبه إن كانت الناس سوف تصدق أو لا تصدق يعني كما ذكرت معظم من خرجوا في المظاهرات وأغلبهم هم بالأساس من القاطنين في سوريا أو حتى منهم من كان في حزب البعث أعتقد أن الناس عندها هاجس دائما من أي شيء يأتيها من السلطة ولو كان رغي في الخبز يعني يجب أن يفتحوا ويتفحصوا حتى لا يكون في شيء أو مغشوش أو في مفخخة أو قنبلة وكذلك حتى الدين لذلك دائما هناك مناعة اجتماعية وفطرة في التدين الشامي أنهم لا يمكن أن يغيروا ثقافتهم كثير من الثقافات حاولت أن تؤدلج أو أن تغير ثقافة أهل السورية لكن بالنهاية هناك سمت للتدين الشامي للإسلام الشامي السوري لا يمكن لأدوات السلطة خصوصا أن هجمة التشيع التي يقوم بها النظام تستفز الوعي عند الشعب السوري بمقاومة أشرس وأكبر لكل شيء يأتي من السلطة ولو كان خطابا دينيا طيب الفكرة أيضا هل يمكن أن يطالب بشار الأسد بإصلاح ديني بالمذاهب الأخرى أم أن أهل السنة فقط هم المستهدفون بهذا الموضوع؟ لا أعتقد أن المذاهب الأخرى بالنهاية هي أقليات لا تؤثر على السلطة لا تنافسه على المشروعية السياسية هو يستهدف الكتلة الأكبر العرب السنة الذين يشكلون 80% من المجتمع السوري اللي هن دائما في عندهم استقاظ هوياتي ومظلومية تاريخية لذلك يريد أن يستهدف هذه الشريحة فقط من المجتمع السوري اللي بيعتبر أنها هي المهدد وتجارب التاريخ يعني الرافع للثورات حتى في أحداث الثمينات في أحداث 2011 كلها تكان هي الحواضن والمدن التي هي تنتمي للطائفة السنية الأكثرية طيب كيف تتوقع أن تكون ردات الفعل على طروحات النظام بالمرحلة القادمة هل يمكن أن نشهد معارضة من رجال الدين ومشايخ السنة في سوريا أم سوف يمضون بهذا الأمر مرغمين أعتقد سيكون هناك قنوات موازية لخطاب السلطة يعني سيحاول بعض المشايخ لن يأتي في وجه السلطة لن يعارض النظام وجها لوجه وإنما ربما تصبح هناك قنوات موازية موازية للتدريس والتعليم والتثقيف بعيدا عن تأثيرات السلطة خصوصا أن النظام يقوم بخطواته بشكل مدروس يعني هو لا يقوم بخطوات متتالية ومستفزة يعني كل فترة بشكل هادئ بشكل متقطع وبجرعات خفيفة حتى يعني يستوعبها المجتمع ولا يستثير ردة الفعل عندهم لذلك لا أعتقد أن هناك ممكن تكون ثورة لأن الناس لا تثور بسبب الأفكار تاريخيا الناس تثور بسبب رغيف الخبز والضغط يكونوا ظروف مجتمع نعم الفكرة الأمر المعيشي والأمر الفكري يعني الموضوع لا يقتصر فقط يعني ويقتصر على الضيق يعاني منه الأهالي القاطنين في مناطق سيطرة قوات الأسد إضافة إلى وضع معيشي صعب إضافة إلى فوق هذا أفكار يعني مثل ما بقولوا بالعامي عب يزيد الطين بله مع بلا يحلول اقتصادية يعني هو تجمع عدد من الأسباب يسير الدين مشان يخدر الناس لعم هو تجمع عدد من الأسباب ممكن أن يكون فعلى قلتنا هو وحده لا يكون سببا عادة للثورة لكن قد مجتمعا مع عدد من الأسباب متعلقة بالأوضاع الاقتصادية بالانسداد الحالي السياسية أيضا التحدي الفكري والتشييع الآن الذي يجري في الحواضن والحواضر السورية ممكن يؤدي إلى ردة فعل لكن هذه الردة فعل إلى أي مدى تكون عنيفة أو كيف سيكون شكلها لحد الآن يعني غير متنبأ بها نعم أشكرك كثيرا عباس شريفة البحث في مركز جسور لدراسات كنت معنا هنا في الاستيديو شكرا شكرا شكرا